موسيقى نشط مفصلة للأخبار نستهلها بالعنوين موسيقى واشنطن تعلن عن تعزيزات عسكرية إلى بولندا وتروج لهجوم روسي وشيك على أوكرانيا وموسكو تصف تصريحاتها بالهستيرية موسيقى التحارف السعودية شن سلسلة غارات على أحياء سكنية في صنعاء ومحافظة صعدة شمال اليمن موسيقى وزراء حركة أمل وحزب الله في الحكومة اللبنانية ينفون مناقشة مشروع الموازنة والتعيينات الأمنية ويعتبرون إقرارها غير دستوري موسيقى أهلا بكم أكد وزير الخارجية الأمريكي في اتصال مع نظير الأوكراني دعم واشنطن الحازمة لكييب في مواجهة ما وصفه بالتهديد الحد المتزايد من قبل موسكو من جاته قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في مؤتمر صحفي إن هجوما روسيا على أوكرانيا ليس مستبعدا قبل نهاية أولمبياد بكين في العشرين من شباط فبراير الحالي وقال إن احتمالات الهجوم الروسي لا تعني أن الرئيس بوتين اتخذ قراره النهائي في هذا الصدد إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن أربعة مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن بصدد إرسال ثلاثة آلاف جندي إلى بولندا خلال الأيام المقبلة وقال المسؤولون إن الجنود الذين سينشرون يعملون ضمن الفرقة الجوية 82 وليسوا من القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا ووصف أحد المسؤولين الأمر بالانتشار الكبير الخارجية الروسية وصفت تصريحات البيت الأبيض بشأن الوضع في أوكرانيا بالهستيرية وأضفت أن روسيا تتعرض لهجمة إعلامية بهدف تشويه مطالبها المتعلقة بالضمانات الأمنية من جهته أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن العلاقات بين بلاده والمملكة المتحدة بشأن أوكرانيا شبه منعدمة محذرا من أنها بصدد الانزلاق إلى الجانب السلبي واقترح شويغو خلال محادثاته مع نظيره البريطاني بن ولس على الغرب الإسهمة في خط التوترات وحسب بريطانيا على وقف إمداداتها من الأسلحة إلى أوكرانيا المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أعلن أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن بصدد إجراء اتصال الهاتفين اليوم بطلب أمريكي في الأثناء أعلن البنتاجون أن رئيسي الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي والروسي الجنرال فليري جراسيموف تحدثا هاتفيا أمس بشأن العديد من القضايا الأمنية وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على عدم نشر فحوى ما دار بينهما إلى ذلك أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينسي ستلتنبرغ من رومانيا تعزيز وجود النيتو في شرق أوروبا مؤكدا الاستعداد لنشر المزيد من القوات في حال تطلب الوضع ذلك في وقت يرتفع فيه منسوب التوتر عند الحدود مريم أثمان والتفاصيل لا يطفئ سقيع الحدود هذا نيران التوتر الأزمة الأوكرانية تتعقد ولا أفق واضحا لأي من الجهود الدبلوماسية لحلها موسكو وكييف أعلنت فشل المحادثات الأخيرة مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا كبير المفاوضين الروس في محادثات النورماندي ديمتري كوزاك أكد أنه لم يتسنى التوفيق بين تفسيرات روسيا وأوكرانيا المختلفة لاتفاق عام 2015 لسوء الحظ انتهت نحو تسع ساعات من المحادثات من دون أي نتائج ملموسة تفقنا على أن صيغة نورماندي يجب أن تتغلب على جميع الخلافات الموجودة في الشكل فيما يتعلق بتفسير اتفاقية منسك لأن صيغة نورماندي هي آلية التحكم في عملية منسك لكن لم يكن من الممكن التغلب على هذه الخلافات اليوم المبعوث الأوكراني أندري يرماك لم يكن أكثر تفاؤلا عقب المحادثات ولكن أكد في الوقت عينه اتفاق الجانبين الروسي والأوكراني على مواصلة المحادثات لإنهاء التصعيد غياب أي تقدم في المفاوضات يمثل انتكاسة جديدة لجهود حل الأزمة الأوكرانية جهود تتزامن مع حجد عسكري أمريكي وغربي في شرق أوروبا وحجد روسي آخر على الحدود المشتركة مع أوكرانيا وفي سياق التحركات العسكرية دع الرئيس الأمريكي جو بايدن معطنيه إلى مغادرة أوكرانيا فورا محذرا من صراع كبير محتمل مع موسكو هذه حرب عالمية عندما يبدأ الأمريكيون وروسيا اطلق النار على بعضهم البعض نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم إنه وضع مختلف تماما ويمكن أن تسوء الأمور بسرعة وفيما تقرع واشنطن طبول حرب عالمية أكد الأمين العام لحلف النيتو يانسي ستولتنبرغ قرر واشنطن وحلفائها نشر المزيد من القوات شرق أوروبا فيما أكدت دول أوروبية وعلى رأسها ألمانيا الاستعداد للحوار مع موسكو من أجل السلام وهو استعداد لم يخلو من لغة التهديد الموجه لروسيا والتحذيرات من عواقب اقتصادية وسياسية وخيمة تلحق أي عمل عسكري ضد أوكرانيا أفاد مراسل الميادين بأن طائرات التحالف السعودي شنت غرتين على شارع المطار في الناحية الشمالية للعاصمة اليمنية صنعاء وأشار إلى أن طائرات التحالف استهدفت أيضا منطقة الصباحة في مديرية بني مطر غرب العاصمة ومديرية باقم في محافظة صعدة شمال البلاد إلى لبنان حيث نقل مراسل الميادين عن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم قوله أن مجلس الوزراء لم يطلع على مشروع الموازنة في صيغته النهائية ولم يناقش في الجلسة ولم يتم التصويت عليه أبدا بيرم وفي مقابلة مع قناة المنار قال أيضا أن الوزراء تفاجأوا بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إقرار الموازنة عبر الإعلام وأضاف أن هناك مخالفة خاطئة تماما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله شدد على أنه بالنسبة إلى حزب الله فإن موازنة الحكومة اللبنانية لم يتم إقرارها وفق الأصول وأنما جرى مخالف للدستور وتحدث فضل الله لقناة المنار عن قطبة مخفية عبر إقرار الموازنة بينما لا يزال الوزراء يناقشونها متهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتجاوز اتفاق الطائف وأضاف أن على الرئيس ميقاتي أن يعرف أن ما قام به في مجلس الوزراء غير مقبول وغير دستوري وأن العين ستكون مفتحة عليه أكثر في المرحلة المقبلة وفق تعبيره من جهته أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن وضع جدوى لأعمال مجلس الوزراء هو حصرا من صراحيته ويطلع رئيس الجمهورية عليه على أن يكون للرئيس حق طرح أي بند من خارج جدوى الأعمال وأشدد على أنه لا يقبل أن يحدد له أحد جدول أعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل في صلاحياته الدستورية تتجه الأنظار في لبنان إلى مجلس النواب وكيف ستتعامل الكتل البرلمانية مع مشروع قانون الموازنة وسط تبايونات تشيب إدخال تعديلات على الموازنة ولسيما أن الأصوات بدأت ترتفع منتقدة ما قدمته الحكومة في مشروعها تقرير عباس الصباح موازنة تفتقر للخطة الإصلاحية ومتخمة بالرسوم والضرائب لا تلبي الآمال المعقودة عليها هكذا وصف خبراء اقتصاديون الموازنة التي أقرتها الحكومة اللبنانية فليس هناك من أي هدف لهذه الموازنة إلا ضرب الاقتصاد أكثر بما هو متدهور ضرب القيمة الشرائية لليرا اللبنانية الموازنة العامة للبلاد تترافق مع استمرار المشاورات بين بيروت وصندوق النقد الدولي مشاورة يأمل لبنان الحصول في نهايتها على مساعدات وقروض مالية المستحسن أن يتم اعتماد القاعد الإسناع عشرية خلال الأشهر الحالية بجباية الواردات وصرف النفقات بعد منها ببلش الوضع يستقر منوصل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بتجي هذه الموازنة ضمن هذا السياق والاتفاق اللبنانيون الذين احتجوا قبل أكثر من سنتين على زيادة طفيفة في أسعار الاتصالات سيدفعون بدل اتصالات والكهرباء والمياه وسائر الخدمات رسوما تفوق بعشرين مرة ما في حدا قادر يتحمل كل الناس وضعها مش منيحة بدلا وبعدين مبارح طلع عم بيصرح وبقول انه ما في شي ببلاش لاش امتين كان شي في ببلاش اي موازنية عملوها؟ هلأ ممكن عثانا متنزل ايش مايه دلك حق الله انا بعد اطلع من الجميع بش شو عم تنزل؟ ادي عم تنزل؟ ادي عم تنزل؟ والمحروقات عم تحلى لا في كهرباء ولا في ماء يعني الاشياء البسيطة لانت لازم تحصل عليها مثل حلم صار للبناني وبعدين عنا نحن الشعب متخازل ارقام الموازنة لا تتخطى عمليات حسابية لتغطية النفاقات التي تصل الى 47 الف مليار ليرة مقابل ايرادات تصل الى 39 الف مليار ليرة ولم تلحظ الموازنة اي تصحيح للرواتب والاجور لم يستطع رئيس الحكومة نجيب ميقطي سوى مصارحة اللبنانيين بعد اقرار حكومته الموازنة العامة ووعدهم بسنوات صعبة داعيا اياهم الى التحمل رمت الحكومة كرة الموازنة في ملعب البرلمان ومن المفترض ان يستغرق النواب اسابيع لاقرارها واصدارها بقانون لا سيما ان الانتخابات التشريعية على بعد شهرين ونيف ما قد يؤدي الى طعاط حذر من النواب مع موازنة غير شعبية بحسب خبراء اقتصادين عبدالصباغ من القصة الجمهورية في بعبدال الميادين بعد كشف الاحتلال الاسرائيلي عن تعيين ضابط للمرة الاولى بنحو دائم في البحرين قالت سلطات المنامة ان مهمة الضابط الاسرائيلي الملحق بالجيش البحريني تأتي في طار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم اكثر من 34 دولة واشارت الخارجية البحرينية لان مهمة هذا التحالف هي تأمين حرية الملاحة في المياه الاقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة اعمال القرصنة والارهاب في المنطقة بحسب تعبيرها اكد تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا رفضه تطبيع النظام الحاكم مع اسرائيل وقمعه للحريات وخلال مؤتمر صحفي من امام استفارة البحرينية في لندن بمناسبة الذكرى الحادي عشرة لانطلاق الثورة الرابع عشر من شباط فبراير ادان المشاركون منع الجالية البحرينية في لبنان من احياء الذكرى اريد ان نعلق على هذا الموضوع الذي في الحقيقة يعكس ضعف وخواء النظام لكن ايضا ومع الاسف الشديد يعكس هشاشة ايضا الحكومة اللبنانية مع الاسف الشديد وهو تصرف يسيء الى لبنان اكثر مما يسيء الى البحرانيين نقول لشعبنا بارك الله في جهودك نصرك الله على اعدائك نقول لعائلات المعتقلين شكرا لكم على تضحياتكم اجركم الله على فقدي او لفقدي ابنائكم نرى بان افطال الشعب اليمني تحت الانقاض يستخرجون كيف للنظام في البحرين ان يبرر ذلك هذه من جهة من جهة اخرى يتم الدوس على القضية المركزية للشعب العربي والشعب المسلم القضية الفلسطينية وزير الداخلية اللبناني بسا مولوي طلب للمرة الثانية ابلاغ ادارة القاعة التي من المقرر ان يعقد فيها مؤتمر للمعارضة البحرينية في بيروت عدم اقامة النشاط لعدم حصولها على الاذونات القانونية وفق تعبيره وفي بيان له طالب مولوي القوات الامنية باتخاذ جميع الاجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظمين والدعين والمدعوين مشيرا الى ان القرار جاء بعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورأى ان هذا المؤتمر قد تترتب عليه عرقلة للجهود الرسمية المبذولة من اجل تعزيز العلاقات مع الدول الخليج فاصل قصير وانواصل النشرة اهلا بكم من جديد اصيب عشرات الفلسطينيين بينهم صحفيون ومصعفون بعد اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة في محافظة نابلوس خرجت احتجاجا على اقامة البؤر الاستيطانية الهلال الاحمر الفلسطيني اكد ان قوات الاحتلال اعتدت على اربعة الصحفيين في جبل اصباح وثلاثة اخرين في قرية بدجن وقد وثقت مقاطع مصورة انتشرت في مواقع التواصل الاعتداءات الاسرائيلية بلدية القدس تسلب اراضي مقدسية في منطقة وادي الربابة في سلوان بذريعة البستنة لكنها تسعى لتحويلها الى بؤرة استيطان جديدة تقرير هنام حميد مرة اخرى سلوان في قلب الاطماع الاستيطانية حي وادي الربابة هذه المرة هو الهدف الجديد بلدية تريد استصدار امر بستنة وتريد تسليم هذه الاراضي الى ما تسمى سلطة الطبيعة سلطة الطبيعة هدفها السيطرة على هذه الاراضي وتسليمها الى قطعان المستوطنين هي تريد الاباحة هذه الاراضي لكي تتحول كجزء من ما يسمى بمعتقداتهم بالحوض المقدس تم فتح مصارات طوراتية في اراضينا المصارات هذه عمالها بتخترق الاراضي من ارض لارض من ارض للارض وهذه المصارات اتجاهها على المسجد الاقصى سبع عشرة عائلة يطالها قرار بلدية القدس بتحويل اراضيها الى سلطة الطبيعة والحضائق الوطنية الاسرائيلية في جزء من الاراضي بدأت جمعية العاد الاستيطانية بغرس اوتادها فيها ارض هي كل شيء في حياتي انا بزرحها بحرسها كل سنة بجدها زيتون زيت استفيد منها بعدين ارث من اجدادي يجوا جماعة يعني متطفلين محتلين ياخذوها مني وانا بتفرج انا بتريد روحي بجيه احنا معنا كواشين تركية سندات تركية تثبت ملكيتنا في هاي الاراضي في اراضينا في ودى الربابة والملكيات التركية اللي معانا مصادقة من سنة الالفين واربعة من دائرة محاكم اسرائيل دولة الاحتلال نحو مئتي دنوم من الارض اصبحت بين يدي المحكمة الاسرائيلية قرار قضائي سابق سمح لسلطة الطبيعة الاسرائيلية بالعمل فيها فهكذا تسخر سلطة القانون لمصلحة الاحتلال الارض هي المستقبل والتاريخ وهذا ما تسلبه سلطات الاحتلال من الفلسطينيين في القدس تحت كل الزرائع هنأم حميد من وادي الربابة في القدس المحتلة الميادين احيت ايران وامس الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية فيها وللمناسبة اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان ايران لا امل لديها بنيورك ولا ببيينة وان الامل معقود على الشعب الايراني وآلنا ان ايران ستخطو خطوات عملاقة في مجال الاستقلال الاقتصادي كما السياسي كذلك اشدد على ان علاقات بلاده في السياسة الخارجية تنبع من التوازن نحن نعتمد على الشعب بعد الله حضوركم في الساحة مهم لنا وعلاقاتنا في السياسة الخارجية تنبع من التوازن ونظرة الغرب هي التي اخلت بهذا التوازن نتطلع الى المستقبل بامل كبير املنا هو بشعبنا ولن يكون لنا امل لا بنيويورك ولا ببيينة اذا الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وجه عدة رسائل في خطابه بمناسبة ذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران وهي رسائل للداخل والخارج فماذا في دلالاتها؟ تقرير من الحمرية مشهد ذكر كثيرين ببدايات الثورة حشود غفيرة اجتمعت رغم فيروس كورونا لتجدد البيعة والعهد لمبادئ وشعارات اطلقت قبل اربعة عقود ونيف رسالة هؤلاء كانت واضحة الثورة حية ومتجددة ولا تراجع امام الضغوط والحصار عكس الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في خطابه ما عبر عنه المشاركون في هذه المسيرات عن امتداد جغرافيا ايران استقلالية الموقف وعدم الارتهان للخارج ابرز من دلعت من اجله ثورة العام 1979 وابرز ما اكده رئيسي الذي وجه رسائل متعددة الى الغرب ولسيما الولايات المتحدة ان الضغوط الاقتصادية والتهديدات المباشرة لن تجدي نفعا ولن تثني ايران عن المضي قدما في مسار التقدم والتطور الذي بدأته منذ عقود لا رهنة على الغرب ولا على مفاوضات فيينا قالها رئيسي بوضوح منتقدا بشكل مبطن اعتماد الحكومة السابقة على نتائج المفاوضات والحوار مع الاوروبيين والامريكيين رغم ان الرجل لم يغلق باب الحوار بل وافق على استناف المحادثات النووية باجندة ايرانية واضحة تضمن المصالح الوطنية لكنه قالها من دون مواربة لن يربط الاقتصاد الايراني بمصير المفاوضات وهي رسالة الى الدول الغربية التي تسعى حاليا في فيينا لكسب امتيازات من طهران عبر الوعيد وتهديد وجه رئيسي بوصلته نحو الشرق حيث يجب ان تكون برأي العديد من المراقبين وبدأ بتعزيز علاقات ايران مع جوارها يؤكد الرئيس الايراني في خطابه التزامه بمبادئ الثورة باقامة علاقات متوازنة انطلاقا من مبدأ لا شرقية ولا غربية فقط بل بالعمل على تعزيز اللحمة الداخلية ودعم التطور والتقدم في مختلف مناحي الحياة وهو بهذا يحصن ايران امام التحديات التي تواجهها في مرحلة حساسة من الحمرية طهران الميادين السياحة الطبية في ايران تشهد مزيد من الازدهار في ظل تطور الذي تشهده البلاد على صعيد العلوم الطبية والاستشفائية وتوافر الكوادر العلمية المتخصصة في مجالات متنوعة وبتكاليفة اقل من البلدان الاخرى تقرير بسانط الراف ترجمة نانسي قنقر في ظل تطورات التي شهدتها ايران بعد انتصار الثورة وتحديدا في مجال العلوم الطبية يمكن القول اننا من بين الدول المتطورة ليس على صعيد المنطقة بل على صعيد العالم الكوادر الطبية المتفوقة وتوفر الارضيات التحتية والقانونية المناسبة الى جانب تكاليف الخدمات الطبية والاستشفائية المنخفضة التي نعتمدها من منظور انساني بحت والتي تعد اقل بثلث او ربع تكاليف البلدان الاخرى عززت مجال السياحة العلاجية في ايران يأتي الينا مرضى من اذربيجان والعراق وقطر والبحرين وعمان والكويت ولبنان وحتى من دول اوروبية متعددة هنا في قسم ابحاث الاجنة المتطور جدا تجرى عمليات التلقيح تحت المجهد حيث توضع الاجنة في الرحم الاصطناعي لمدة خمسة ايام ومن العلاجات المتطورة تحديد جنس الجنين وسلامته بناء على طلب المريض قبل حقنه داخل رحم الام ولدينا قسم اخر مهم جدا وربما غير متوفر في بلدان مجاورة يتفوق باجهزته ومعداته وكوادره الطبية وهو قسم العلاج البديل حيث تجرى عمليات علاج التبرع بالبويضات البديلة او الرحم البديل والجنين البديل ومن اجل هذا العلاج يأتي الى ايران الكثير من المرضى الاجانب وتتم عمليات العلاج على نحو قانوني ورسمي بحث النشط انتهت وهذا تذكير بعنوينها واشنطن تعلن عن تعزيزات عسكرية الى بولندا وتروج لهجوم الروسي والشيك على اوكرانيا وموسكو تصف تصريحاتها بالهستيرية التحالف السعودية شنوا سلسلة غارات على احياء سكنية في صنعاء ومحافظة صعبة شمال اليمن وزراء حركة امن وحزب الله في الحكومة اللبنانية انفون مناقشة مشروع الموازنة والتعينات الامنية ويعتبرون اقرارها غير دستوري لمزيد من الاخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والانجليزية والاسبانية نلقاكم على خير موسيقى